أهلا بحضراتكم مرة تانية برح كماتش حلو قوي بالنسبة للنادي الأهلي كانوا حشنا الشكل ده والأداء ده والروح دي في الملعب وفوز كبير على الاتحاد السكندري في مباراة بطولة الدوري اللي بقى أصبحت المباراة المتبقية بأهداف مختلفة بالنسبة للنادي الأهلي منها راحت أهم عناصر الفريق أصحاب الخبرات لعبين مميزين جداً جابوا ألقاب كتير جداً على مدار الفترة اللي فاتت وفي نفس الوقت تقدر تستكشف نجوم من قطاع الناشئين المميز داخل النادي الأهلي وواضح أن الأهلي كسب الرهان من خلال هذا القرار اللي خده مجلس الإدارة بشكل مبدئي يعني الرهان يعني الأهلي قدر أن هو يكسبه حتى الآن بعد ما قدر وشفنا الفرق أمبرح بالتحديد في الشكل المميز ده وبتحديد بعض عناصر الناشئين الأهلي فاتت سفر بأداء مقنع وبشكل جيد جداً وفدائية مثلاً زي بتاعت كريم فوقت دي بصراحة وبتقلق أحمد سيد غريب وبتقلق زياد طاري وبتقلق عدد كبير من قطاع الناشئين في النادي الأهلي وعجبني أوي حمسهم وحمسهم ده طبيعي في نفس الوقت لأنك تلعب مع الفريق الأول وفرصة ما تتكررش كتير أنك في النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط أنك يجي لك فرصة أنك تلعب مطشاط دوري ممتاز مع الفريق الأول وانت ناشئ في ظل المتابعة الكبيرة الدائمة للنادي الأهلي من خلال جماهير في الملعب جماهير خلف الشاشات كلام من ده فبالتالي فرصة كان لازم يستغل لها شباب النادي الأهلي جون ده حلو أولاً جماعة بصراحة جون حلو أولاً وعندي تعليق على زياد طريق بالتحديد سأقوله لحضراتكم لكن في كل الأحوال نتيجة مميزة بترجع الثقة للفرقة للجهاز الفني للعيبة الموجودة بتدي دافع أكبر لما توقع من مباريات في بصولة الدوري عندنا مطش الجاي مع المصري مطش صعب هناك في ستاتبورج العرب يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله الساعة تسعة فبالتالي الأمور كلها يعني إن شاء الله تكون أفضل خلال الفترة اللي جاية وأصبح فيه هدوء دلوقتي جمهور الأهلي خلاص يعني بعد كمان كلمات الكابتن محمود الخطيب وبعد إضاحه لبعض الأمور المهمة اللي بالتحديد بتتعلق بالفريل الأول لكرة القدم فجمهور الأهلي ابتدى يهدى واللي كان ليه كل الحق في الزعل والغضب على مدار فترة فاتت شاف فيها الفرقة مش في أفضل حالتها كمان الكرة دي مفيش أحلى من كده الولد محمد أشرف لعيب كويس بس خلاص خليني بقى نقفل على اللجوان دي ماشي يا بيبو اقفل لي على الأهداف دي وعلى الأداء المميز ده لكن مش إحنا مش إحنا مش الأهلي اللي يقعد ينفخ في لعيبته كم ناشي هتلاقي عندنا أو حتة أصلا أننا عندنا قطاع ناشئين مميز دي حاجة مش جديدة ممكن تكون جديدة على البعض هم مش ملمين بالقطاع وبالإمكانيات الموجودة ومش متابعين مجرد بينتقد وخلاص يقول لك شوف النادي الفلاني النادي العيلاني عندهم ناشئين أوه في أندية مميزة جدا عندهم لعبين شباب رائعين رائعين بالمناسبة لكن دايما كان بيتم المقارنة مع النادي الأهلي لا النادي الأهلي عنده قطاع مميز عنده ناس بتشتغل بشكل كويس جدا داخل القطاع يعني بروكتش كمدير فاني للقطاع الكابتاكات بيبو رئيس القطاع الناس بتشتغل وبيعملوا اللي عليهم ليه ليه عشان لما الفريق الأول يحتاج للشباب دول أو الناشئين دول يلاقيهم ولما يلاقيهم يستفد منهم ودل حصل لكن حيث تبقى أن احنا نقول احنا عندنا اللعيب الفلاني ده الجمال له الحلوة دي وأجمد لعيب في الدنيا وعندنا مش عافي زياد طريق ده ده ميسي ومش عافي لا مش احنا مش النادي الأهلي خالص خالص خلوا بالكم احنا قواه عندنا اللعيبة دي مميزة وعند الحاجة ليهم ها هنلاقيهم وحيضيفوا بشكل كبير جدا بالنسبة لفرقة لكن في نفس الوقت عندنا لعيبة تقيلة قوي محتاجة الراحة وهي بتريح دلوقتي وحترجع أقوى من الأول اللعيبة الكبيرة أنا بقلل من الأداء اللي عملوا الشباب بتوعنا مبارح لا بس كل حاجة لازم تاخد حجمها الطبيعي يا جماعة احنا مجرد كسبنا مطش في الدوري مطش عادي في الدوري مطش طبعا صعبة مع التحاد فريق كبير وعظيم ومنحترم ومنقدر وكل التقدير يعني هو جماهيرو لكن في نفس الوقت مجرد ان احنا فوزنا في مماراة في بطولة الدوري الممتاز بس بقى بلعبين شباب ومميزين لكن كل حاجة تاخد حجمها الطبيعي مش احنا أبدا لنضخم وننفخ في لعبتنا لا انتوا لسه قدامكم مشوار طويل قوي لسه قدامكم جهد وعرق وتعب كبير قوي 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 عشان تثبتوا ان انتوا تقدروا تلبسوا التيشرت اللي انتوا كنتوا لابسين مبارح ده اه مباشرين اه عندكم اميكانيات رائعة وعندنا ثقة كبيرة جدا فيكم وان شاء الله هتقدروا تعدوا بالأهل المرحلة دي هتقدروا ومتأكدين من كده لكن المبالغة مش موجودة في الأهل المبالغة مش هتلاقيها في الأهل ان انت تفضل تطلع على اللاعب الناشئ ده السماء مش عافلة هيقع منك لعبة كويسة يجي منها مباشرة للغاية وحنستفد منهم حنستفد منهم كنادي أهلي اكيد الفريق حيستفد منهم بالجهاز الفاني الموجود بكادت سوارش اكيد حيبقى فيه توقيت الاستفادة منهم لكن اللاعبة دي مؤكد انها هتكون داعمة بشكل قوي لقائمة النادي الأهلي في الموسم الجديد بالاضافة بالاضافة اللاعبة الأبطال بتوعنا أصل الموجودين اللي كان بيمروا فترات صعبة سابقة وليهم مننا كل احترام والتقدير وعندهم رصيد كبير جدا جدا عندنا اوليهم رصيد كبير جدا عندنا والقاب قد كده فدي توليف لعيبة أصحاب خبرات بعد ما ياخدوا قصة من الراحة ضروري جدا بالنسبة لهم هيعودوا وحيتوهجوا ويتقلقوا وحيجيبوا بطولات أكتر لنادي الأهلي وفتكروا الكلام اللي أنا بقول له هنرقم عليه دا بالاضافة للشباب دول بالاضافة للصفقات اللي جاية بالاضافة للصفقات اللي جاية ممكن برح حد يقول لك طب احنا عندنا شباب وما نجيبش صفقات أو حد يتخيل ويبقى متضرر من تخيل دا يقول لك ايه دا طب معنا كده النادي عندنا المسؤولين يقول لك احنا عندنا شباب كويسين خلاص مش من الصفقات لا 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 الأهلي عارف كويس أو مشاكله عارف عيوبه عارف السلبيات الموجودة حاطت ايده عليها حيطور وبشكل سريع والكلام دا احنا قلناه من اسبوع وقاله كمان الكابتن محمود الخطيب بأول مبارح واكدوا على حضراتكم وطمنكم بشكل كبير جدا ان في صفقات وعندنا لعيبة ادهم حقهم جدا جدا بخصوص الفترة اللي فاتت كلها وبطولات اللي حققوها اللي هما محتاجين راحة وعندنا شباب فاتطمنوا وهنا الرسالة الجاملية النادي الاهل الموسم الجديد بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى حيبقى عندنا قائمة متكاملة متكاملة في كل المراكز احمد سيد غريب لعيب مميز جاب هدفين بداية بالنسباله لازم يبني عليها ما يعيش على الهدفين لا اشتغل اكتر مبشر جدا طبعا زياد طريق وانا عندي تعليق على زياد طريق محمد اشرف طبعا ممتاز ممتاز لعيب كويس بس برضو لسه قدامه كتير لكن يطمنك وكل اللعيب اللي شاركت تطمن غير اللي حتى اللي كانوا برا القايمة يطمنه لكن زياد طريق بالتعديد جاب جون عالمي وجون حلو قوي لكن وجهة نظري وجهة نظري المتوضعة جدا جدا ان زياد طريق لعيب عنده امكانيات ومهارات عالية قوي قوي وعلى المستوى الفردي اكثر من رائع اكثر من رائع لكن ناقس له حاجتين لو اشتغل عليهم حيبقى حاجة غير طبيعية حيبقى حاجة جمدة اوي 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 ايه هم الحاجتين اول حاجة القوة الجثمانية لازم يبقى اقوى من كده ينشف شوية ينشف شوية تاني حاجة اللي يقل بدنية لازم يبقى عنده اللي يقل بدنية عالية لازم يشتغل الحاجتين دول بشكل كويس اوي بالاضافة لمهاراته المميزة وامكانياته الرائعة والمستوى الفردي الممتاز عنده والاهداف اللي بيجيبها بشكل حلو حيبقى لعب تاني خالص ونحن عندنا امثلة نمازج قبل كده كابتل وليد صراح الدين طبعا نجم كبير واحد أساطير الكرة في مصر واحد أمهر اللاعبين في تاريخ مصر هو كابتل حزمان مسر اتنين من الناس اللي عندهم مهارات عالية لكن دايما كانت اللي يقل بدنية مشكلة بالنسبة لهم ما نكونواش بيحبوا التمرين قوي فدي كلها أمور لازم ياخد باله منها زياد طار وإن شاء الله بإذن الله اللي أمور تبقى أفضل خلال الفترة اللي جاي هروح لفاصل سريع بعد الفاصل اللي لسه عندنا بعض الملفات اللي هنتكلم فيها فاستنون يلا